وجاي لكو بملخص جديد في أطفال وكمان سمتوا على أساميكو يعني أنا مش حرمكو من حاجة ومدلعيكو والمرة دي الملخص كريمي الصيني وكمان طويل عشان تستمتعوا وأحلى حاجة فيه إن الأطفال هم الأبطال وصدقوني هيعجبكو قوي وهتبقوا عايزين ترجعوا بتدقي وتقضوا يوم في المدرسة دي وزي ما أنا بسمع كلامكو ياريت تدعموني وتحطوا لايك للفيديو وتوصلوا لعشر تلاف لايك وبليز يا جماعة ما تكسلوش لإن اللايك ده اللي بيشجعنا كمل وكمان نشتركو في القناة دي والقناة التانية وهتلاقوا اللينك تحت في الوصف والتعليق المثبت عشان نوصل لأكبر عدد من المتابعين ومستنياكو تقولوا لي رأيكو في التعليقات وكمان تكتبوا أسمائكم عشان أقولها في الفيديو الجديد بتاع الأطفال ويلا نشوف الملخص قصتنا بتبدأ مع بطلتنا جيوم واللي بتبقى طفلة كيوتو عندها عشر سنين وهي دلوقتي بترجع أسامي محطات المترو وبتبقى شطر وحفظهم صحة وبالترتيب وبتقوم تجهز الفطر لنفسها ولما بتخلص بتكلم خالتها وبنعرف إنهم عايشين هنا لوحدهم وخالتها بتقول لها لو حصل لي حاجة رحي على العنوان اللي أنا كتبهوليك ده وهتلاقي أبوكي هناك وبيبقى اسمه تشول والطفلة بتتصدم لما بتعرف إن أبوها عايش وعلى الجنب الآخر بنشوف زعيم عصابة خاطف ثلاث نص صبي لأنهم دحكوا عليه وجابونه لوحة مزيفة وبيبقى اللي في النص ده هو تشول والرجل بيقول لهم يا إما تجيبوا اللوحة الأصلية يا إما مش هسبكوا ونرجع للجيوم وهي قاعدة في الحصة والمدرسة بتديهم ويجيبوا هو تصوير فيديو مع أهلهم وبتبدأ تتنقش مع الطفل الكيوت اللي جنبها واللي هنسميه مازن لأن ده طلب واحد من المتابعين وبيلاقي بانوتة اسمها سارة بصالهم وبيباني إنها مش طيقة جيوم عشان هي بتحب مازن وغيران عليه وفي الوقت ده البوليس بيقبض على العصبة وزعمها وكمان بيجي يقبض على تشول ولكنه بيسيب صحابه التانيين ونرجع للجيوم اللي لما بتروح البيت بتلاقي خلتها مشي تسابتها فبتضطر تروح على العنوان اللي كتبته لها فبتدخل البيت وبتبدأ تبرطع فيه وكمان بتطلب بيتزا وبتبقى زكية وبتجرجرهم في الكلام لحد ده ما بتعرف إن هم وابوها نص صابين فبتقول لهم اعملوا حسابكم من النهار ده إن هيعيش معيك وعشان تشول يبقى أبويا فصاحب تشول بيفرحوا تاني يوم بيروح للسجن وبيعرفوا إنهم هيتطلعوا بسهولة لأنهم هيقولوا للقاضي إنه كام مضطر ينصب عشان يصرف على بنته فبيقولوا انتهبا ليابننا ما عنديش عيال ولكن المفاجأة إن تاني يوم جي يوم بتجيلوا المحكمة وبتقول للقاضي إن تشول يبقى أبوها وهي عايزة تعيش معي ومش هتروح أي ملجأ فبيتعاطف معهم وبيخرجوا عشان خطرها ولما بيخرج صحابه بيقولوا له اللي حصل جوا بجد لإن دي فعلا بنتك وبيسبوه وبيخلعه وتشول بيسألها عن اسمه أمها فبتقوله ما عرفش فبيتعصبوا بيقول لها أنا مش هابوكي فبتقوله طيب أنا هدخل أقول للقاضي الكلمتين دول وخليه رجعك السجن تاني فتشول بيهديها وبيعرفها إنه فعلا مش بابوها وهيسعدها تلاقي ابوها الحقيقي فبيبدأوا دوروا على خلتها ولكن صاحب البيت بيعرفوا منها بعت الشقة وتجاوزت رجل غني وسفرت وتشول بيتدايق لإن هو كده خلاصت دبس فيها فبتقوله أنا جعينة فبياخدها على أفخم مطعم في المنطقة وبياخدوا راحتهم على الآخر وبيفضلوا يطلبوا في أكل وحلويات فجيوم بتقوله وانت هتدفع كل ده منين فبيقول لها بسيطة حط إيدك على بطنك ومسري إنك تعبانة بسبب الأكل بتاعهم فهيدفعونا تعويض وهنخرج بسهولة فبترفضوا بتقوله إنه مستحيلة بقى نصبة زيك وبتروحها عند واحدة جميلة اسمها كانج وبتقرالها كوتشينة وبتاخد 100 دولار وبتدفع الحساب وبيبقى تشول شايف اللي عملته ولكنه مش مركز معها ومركز معها كانج لإنه وقع في حبها من أول نظرة ولما بيروحه البيت ما بيكونش طيقها وبيبقى عايز يوديها ملجأ بس صاحبه بيقوله لو عملتك كده هترجع السجنة تانية شاطر وبيعرفوا إنها فعلا بنته عشان شبهوا في حاجات كتير وللأسف بتبقى سامعيهم وبتوقع الطعاية الطولي اللي لإنها بتحس إن بابوها عايز يتخلى عنها ولكنها بتصحى بدري وبتبدأ تقارب ما بين ملامحهم وبتفرح لإنهم شبه بعض ولما تشلبي صاحب يبص في قدتها مش بيلاقيها فبيفكرها مشيت وكان لسه هيفرح بس بيلاقي شانطتها موجودة فبيعرف إنها لسه هنا ومش هتسيبه في حاله فبيقرر يطفشها وعشان كده لما بتخرج بيجيب هو وصاحبه بنات وبيفضلوا يهزروا ويدحكوا ولما بتيجي بيبرة منها قدامي البنات وبيقول إنها واحدة من الشارع وهو بيعطف عليها فالبنات بيتأثروا وبيدوها فلوس وجيوم بتدخل قدتها وبتقول بقى هو عايز يطفشني طيب أنا هوري أنا مين فبتلبس البجامع وبتطلع لهم وبتلعب مع البنات كوتشين وتبقى أشتر منهم وبتخسرهم كل الفلوس فبيتديقوا وبيمشوا وهما بيشتموا في تشول بينما جيوم بتضغيزوا بالفلوس اللي كسبتها والتاني يوم بتبقى قاعدة تفكر هتربي إزاي وفاجأة بتعدي كانجي من جنبها وبتعرض عليها توصلها للبيت فبتوافق وبتركب معيها وبيروحوا يصلوا وكانجي بتاخدها على بيتها وبتعمل لها أكله وجيوم بتبقى مبسوطة ولما بتروح بتدي تشول طلبات وبتقوله يجيبها لها ولكنه مش بيعبرها فبتتخانق معه وبتزعق له لأنها كتعايزة لحاجة عشان تعمل تقوسه صلوات لأمها الميتة فتشول بيتصدم لأنه أول مرة يعرف إن أمها ميتة ومع ذلك بيبقى واغد ومش بيجيب لها الحاجة وبيزعق لها لحد ما بتعيط بس هي مش بتهتم وبتعمل الصلوة لولدتها وتاني يوم إن الصابين بيتجمعه عشان عملية جديدة وبيبقى الشخص اللي هينصبه على المرة دي هي كانج واللي أهلها بيبقوا أغنية جدا وهي ورثت منهم تحاف فنية كتير وبتبقى عايزة باعهم لأنها محتاجة فلوس فان الصابين بيقرروا يمثلوا إن هم مشتريين ويبدلوا تحاف الأصلية بمزيفة من غير ما تخب بلها وبيبدأت شولي زاكر دورو وبيفتكر كانج فبيرسمها على الورق ولما الصاحبه بيشوفها بيسأله هو عارف شكلها منين لأن هي دي الست اللي هينصبه عليها وتشول مش بيركز معاه لأنه ما بيكونش يعرف إن كانج اللي هينصبه عليها هي نفسها اللي شافها في المطعم وبيفضل يذاكر طول الليل وجيوم بتستغل الفرصة وبتصوره فيديو عشان وجيب المدرسة فبيقعد يبرد عليها وتاني يوم بتعرض فيديو كانج وهي بتصلي وكمان فيديو أبوها وبتبقى مبسوطة بينما أن الصابين بيروح عشان ينفزوا مهمتهم وتشول بيتصدم لما بيعرف إن دي هي نفسها كانج اللي قابلها في المطعم وفجأة جيوم بتوصل لأنها عارفة إنهم جيين ينصبوا عليها وطبعا لما بيشوفوها بيترعبوا بتبقى مقررة تفضحهم ولكن تشول بيمسك بقها وبيعرف كانج إنها بنته فجيوم بتقوله دلوقتي باقت بنتك يلا يكذاب وبتعرفها إنهم نصبين فتشول بينقذ نفسه بيقول لها أنا ما ليش دعوة الناس الأواغاد اللي أنا جاي معي هم هم اللي نصبين فصح بيته بتقوله طيب وبتير ولا كأنها جاكي شان وبتديل واحدة في دماغه وبتوقعه على الأرض والنصب بيقول لك كانج إنها لو بلغت البوليس مش هيسبوها في حالها وبياخد صاحبته وبيمشو وبيبقى تشول غرق في أحلامه الوردية حرفيا وبيتخيل إن كانج قاعدة جنبه وبتهتم بيه وهي فعلا بتبقى جنبه وبتحاول تفوقه ولكن ده في عالم تاني لحد دم جيوم بتزعق له فبيفوق وبيسحبها من هدومها وبيطلعوا يجروا قبل ما يكشفوا هم كمان وجيوم بتقوله على فكرة أنت مفضوح قوي لو في كلب معدي من هنا هيعرف إنك بتحبها وبتقوله أنت واحد قادر بقى بتحبها وعايز تنصب عليها فعلا نقمان لأيمان وبيفضل يبرد عليها وبيشدها من الزنط بتاعها لحد دم بيرجعوا البيت وبيكتشفوا إنهم اضطردوا وده لإن بقى لهم ست شهور ما دفعوش الإيجار وصاحبه بيقوله إحنا هنتصرف في حتى نقعد فيها ادروا الباقي عليك أنت وبنتك وجيوم ما بتكونش طيقة نصبة من ساعة ما دربت أبوها ولما بتلاحس كده بتقولها خدي الفلوس دي فبتقولها إذا كان كده ماشي ولو عايزة بعد كده دربي برحتك وبوها بيبدأ يفكر إنه يوديها ملجأ عشان يرتاح منها بس صاحبه بيقطع أفكار ولما بيتصل بي بيقوله إيه عا تعمل كده يا شاطر وإلا هترجع السجن تاني فبيروحوا يعودوا في سونا وجيوم بتقوله أنا عارف إنك عايز توديني ملجأ بس أنا هفضل قعد على قلبك ومش هسيبك وهقوم النم دلوقتي عشان عندي مدرسة الصبح ولو فكرت تهرب وأنا نايمة أنا حفظت رقم عربيتك فهروح أبلغ عنك وخلي البوليس يجيبك ويرجعك تاني ليا وتاني يومنا بيتخلص المدرسة مش بتلاقي ميستنيها زي باقة الأهالي فبتقول بس يبقى هرب مني وقبل ما تبلغ البوليس بيظهر فبتقول له عارف إنت لو ما جيتش كنت بلغت عنك اتأخر بس أنت علي ثانية بعد كده وهرميك في السجل والنهاردة ما بيكونش معهم في الوصفة بيقرروا يباتوا في الشارع وبيفضلوا يتخنقوش بهتمو الجري وهما بيطبخوا المكارونة لحد لما بتقعوا مش بيلاقوا حاجة ياكلوها وعشان تكمل الدنيا بتشتيع ليهم فبيروحوا يعودوا في الخيمة اللي مجهزينها وبتفضل جيوم تزعقلوا لأنه كان قيلها إن الخيمة دي جمدة بس فجأة غرقت بالماء يفطر ويباتوا في العربية وبتصحى تاني يوم بدري وبتروح المدرسة ما بتكونش استحمت ولا حتى سرحت شعرها وعشان كده لما سرى بتشوفها بتقول لها إن شكلها معف إن رحتها وحشة بس مازن الكيوت بيشمها وبيقول لها إن رحتها جميلة وشكلها حلو فصارها بتتدايق ولكن في وقت الغدى بتبقى هي المسؤولة عن توزيع الأكل فبتحط المازن حتتنبانيك وبار بعتبر إنه هو حبيب القلب بينما بتحط للجيوم حتتين صغيرين باعتبر إن هي منافستها ولكن مازن العسل بيحط للجيوم الحتتين بتوعه وصارها بتبقى غيرانة والجيوم شمتنى فيها وبعدها بتعود تبص للبني وبتفكر فبوها لإنه متعشاش مبارح بينما بوها في الوقت ده بيقابل صحابه وبيخليهم يعزموا على الأكل وصحابه بيطلبوا منه يشيل شوية أكل لبنته فبيقول لهم زمنها دلوقتي بتاكل من أكل المدرسة سيبوني بقى أنا خلص ودلع كرش ولما بترجع من المدرسة بتعرفوا إن هي جايبالوا أكل معيها وبتطلب منه يأكلوا فبيرفض فبيتقول له آي بقى أنت كالت من غيري فبيقول لها أنا يا بنتي ده أنا غالب إنه محطتش لقمة في بقي وبيضطر يأكل عشان ما يكشفش وعشان هو كذاب بيتعب بالليل وما بيكونش معهم فلوس يروحوا المستشفى ومن حظهم إن كانجي بتتصل وجيهم بترد عليها وبتعرفها اللي حصل وبتديها عنوانهم ولما تشل بيفوقوا بيعرف إن كانجي جايب يبدأ يزبط نفسه ولما بيجي عشان ينظف رجله بتظهر قدام وبيبقى شكله مسخرة وتشل بيجدبوا بيعرفها إن عليهم ديون كتير وعشان كده اضطروا يهربوا ويعودوا في العربية عشان يبقوا بعادة عن أصحاب الديون فبتتعطف معهم وبتخدهم يعودوا عندها في البيت لأنها عايشة لوحدها وبتقعاد تشل في قدت بابوها وبتخد جيوم عشان يستحموا سوا ولما بيخرجوا بيلقوا تشل في وشهم فجيوم بتتخدوا بتقول يا فضحتي أعمل حسبك بعد كده إن فيه ستات في البيت فتشل بيبدأ يحس إنها لطيفة وكمان تاني يوم الصبح بيلقاها بتشرب لبن فبيفتقر إنها مبارح جابت له لبن بتاعها من المدرسة وقالت له إنها مش بيتحبوا عشان يشربوا لأنها كانت مفكرة جعان فبيحسة قدق إن هو كان واخدوا بيبرد عليها وبيقرر يعملها كويس بس على الفطار بيتخنقوا شبه توم الجيريكا العادة وجيوم بتقوله بما إن كانجة عملت الأكلة فأنت هتقوم تصلح الدوش وبتضحك عليه لما بتلاقي هدوم كلها ببلت وبعد شوية صاحب كانجة بيوصلوا بيقول لها إن ما ينفعش راجل غريب يعيش معاها وبالزوق بيطرد تشل وبنته وكانجة بتعرف جيوم إن بيتها بفتوح وتيجي تزورها في أي وقت وبعد كده بتروح المدرسة وبيتسيب عيل بيت الألوان بتاعتها وصار بيتشوفها وبتضحك دحكة شريرة ولما بترجع تدور عليها مش بتلاقيها فمازم بيقول لها مفيش مشكلة وبيديها الألوان بتاعته فصار بتتدايق وبنعرف إنها أخدت ألوان جيوم ورميتها في الزبالة وشكلها كده هيبقى مشروع حربية مستقبلية ولما بتطلع بتاخد تشل وبتروح تشتري أرخص عيل بيت ألوان عشان ما يتدايقش ولما بيطلع بيلاقول عربية جالها غرامة عشان ركنة مخالف وبيقول لها أنت سبب كده وكمان أنا مش مضطرة استحملك لإنك مش بنتي فتاخد شنطتها وبتقوله على فكرة بقى كانجي لايمكن تبصلك لإنك واخده ونصبه بتسيبه وبتمشي وما بيكونش مهتمة في الأول بس بعد كده بيفضل يدور عليها لحد ما بيلاقيها نايمة قدام بيت كانجي ومش عايزة تدخل ولما بتشوفه بتجري لإنها القسة متضايقة منه ومش عايزة تتكلم معاه فجأة بيظهر صاحب تشول واللي بيبقى مجرم كارزمة لسه خارج من السجن طازة وبيبقى في مش كلامة بينه هو وتشول اللي بيسيبه وبيجري وبينقص جيوم وبيتخبط مكانها ولما بيروح المستشفى بيبقى تعبان خالص وهي قاعدة جنبه بتعيط فتشول بيقول لها كل اللي حصل ده بسببك أخف بس وهعلقك في السقف وبعد شوية بنلاقيك يوم بتجري من الممرضات اللي عايزين ياخدوا منها عينة بس هي رفضة وبتستخبف الحمام وبتخرج لما كانجي بتيجي طب منها ان محدش هيقرب منها خالص وتشول بيقرر يهرب من جيوم ويسيبها مع كانجي فبيتسحب ولكنها بتقفشه والمفاجئة انها بتقرر تساعده عشان يهرب وبتعرفه انها هتروح تعيش في الملجأ لان حياتها هناك هتبقى أحسن من الفقر اللي عيش معاه فالكلام ده بيأثر فيه وبيحرك الانسان اللي قرب يموت جواه فبيتكرر ما يمشيش ويفضل قاعد معاها وبيروحيوا يعودوا مع كانجي وجيوم بتبقى فرحونة بقضت الأطفال بتاعتها وبتعطت لعب على السرير وبالليل كانجي بتبدأت لما حلت شل بكل الطرق انها بدأت تعجب بيه بس هو بيبقى دبش وبيبوز الدنيا وتاني يوم في المدرسة بيبقوا جايبين دكتورة عشان تشرح لهم ازاي الطفل بيتكون بس الطريقة مبسطة تتنسب مع عقليتهم وسنهم والدكتورة بتعرفهم ان البيبي بيتكون لما الأب بيمسك إيدان الأم والأطفال بيبقوا مركزين بنسبة 100% ومبهورين دي لو كانت حصة عادية ما كانوش هيركزوا كده وفي الوقت ده تشل بيعمل حاجة مفيدة وبيروى البيت ولما بيشوف اللعب بيستنتج ان كان فيه طفل عايش هنا وبعدها بيلاقي عجلة قديمة وبنعرف انها بتاعت أخت كانجي المتوفية وبعدها بيروحوا يتغدوا همات ثلاثة وجيوم بتحكي لهم على خدته النهاردة وبتعرفهم ان الدكتورة قالت لهم ان الطفل بيتكون لما الأب بيمسك إيدان الأم وبتقول لهم نحكولي بالزبط إيه اللي بيحصل فابوها بيقول لها بنت عيب لما تجبرها تعرف لوحدك احنا السؤال ده لما بيتسأل عندنا بنقول إجابة سابتة وهي احنا لقيناك عند باب جامع وبيبقى الوادي الكارزما قاعد وراهم وبيستنى لما بيمشوا وبيمسك فيتشول وبيقول لها نعرف انك هتنصب على كانجي وتاخد التحف بتاعتها وقدمك إسبوع واحد تجيب هملي وهعتبر ده تعويض عن عمر اللي ضعف السجن بسببك وبيمشي وما بيكونش عارف هيتصرف إزاي فبيقعد يلعب معا جيوم وبيعمل لها دفضع بالورق ولما بتصحى تاني يوم بتتفاجئ هي وكانجي انه لما شنطة هضومه ومشي فبتاخد المجسم وبتوقع تلعب بيه هي وميزن ولكن صارة بتدوس عليه وبتبوزه وبتقول لها معلش ما شفتهوش فجيوم بتدوس على رجليها وبتقول لها معلش ما شفتهاش للورسة لأنهم حفظين الحوار بالزبط وبيشدوا في شعور بعد لحد ما بيبقى منظرهم شبه أطفال الشوارع وامو صارة بتجي تزعق لجيوم اللي بترفض تعتذر لبنتها لأنها مغلطتش في حاجة وفي الوقت ده تشول بيعمل تحر رياته الخاصة وبيعرف ان خالتها موجودة في المطار وبيروح لها وبنعرف هنا ان الستة دي مش خالت جيوم وانها كتأغدف لوس من امها عشان تربيها وبتعرفوا ان يونجا حبيبته السابقة تبقى أم جيوم وان اخر حاجة تعرفها انها سفرت أسبانيا من خمس سنين وبتأكد له كذا مرة ان جيوم تبقى فعلا بنته وبنرجع للمدرسة وبنلاقي المدرسة عرفت مين جيوم ان خالتها وابوها سبوها وهي دلوقتي يعيش مع كنجا والمدرسة بتقابل كنجا وبتعرفها ان جيوم مش هينفع تعيش معيها لانها مش قريبتها وقانونيا لازم يدوروا على ملجأ ويودوها فيه ولما الصارب تعرف الموضوع ده بترزل على بنتنا وبتشمت فيها فجيوم بتقرر تغيب عن المدرسة لحد دا ما تشولي يرجع وتعرف هتعمل ايه ولما كانت مروحة بتلاقي الكارزمة ماشي وراها فبتقول له فكر بس تقرب لي وهصوت ولم عليك الناس والبوليس هيجي يمسكك فبتعجبه شجعتها وبيجيب لها ايس كريم وبيعود يتكلم معها كمان وبيقول لها لو انت شايفاني وحش فابوكي اوحش مني لانه سبب كل اللي حصل لي وبنتنا الاصلة مش بتستحمل كلامه الوحش ده على ابوها فبترميره الايس كريم وبتمشي وبيعود يتشل عن البيت لفترة طويلة لانه بتورط معي صابات ولازم يشتغل معهم ولما المدرسة بتعرف كده بيسرعوا اجراءات الملجأ وبيتحاول كانجي تتبنيها ولكن الموضوع بيفشل لانها مش متجاوزة ولما بتبقى مشيا كانجي بتودعها وسبحان الله تشل بيزهر في اللحظة دي فبيطلع يجري وراء العربية لحد لما بيوقفها وجيون بتبقى زعلينا بس لما بيعقى قدامها بتوعط عايت عليه فبيحس في اللحظة دي انها فعلا بنته وبتبدأ تنمو عنده مشاعر الابوة اللي تقريبا عفنت جواه وبياخدها وبيرجعوا عند كانجي وبيعود يلعبوا هم التلاتة وبيتقرر يعوضها عن كل الايام اللي فتت ويحقق لها امنياتها فبيعمل لها طيارة وراء وبيخليها طيارها وبيقاف يتكلم مع كانجي وبيقول لها انا حاسس اني ماليش لازمة فبتقول له ما تقولش على نفسك كده وبتبقى النظرات والهمسات شغلة ما بينهم وجيون بتبقى وقفة وشايفائهم ولكن فجأة بتحس برعشة جامدة في اديها والطيارة بتطير منها فتشول بيتخنق معايها وهي بتفضل تزعقل ومش بتسكت ولما كانوا مروحين عجلة العربية بيبقى سايب بس تشول بيقدر يوقفها من غير ما يحصل حاجة فالكارزما بيكلموا لما بيروح يقبلوا بيعرفوا ان ده تحذير بسيط منه وبنعرف ان هم اصدقاء من ايام السنوي وفي مرة تشولت خنيق مع واحد والشخص ده داخل المستشفى فتشول بيخافوا بيهرب ومش بيروح المدرسة لكذا شهر وللأسف الكارزما كان معافل خنائة فالمدرسة بتشايله الليلة و بترفده وحياته بتبوز تماما بعدما كان هيبقى لعب بيسبول شاطر والكارزما بيقوله انا عايز نصف مليون دولار وكمان التحف بتاعت كانج كل ده هعتبره تعويض وقلا كانج والجيوم هاي وحشوك وتاني يوم جيومه ومازين بيعودوا يلعبوا سوا ولكنها بتبقى عايزة تزوى فبترش على وشهم هم اللي اتنين مياه وبيتظهر ان عندهم سخنية وبيخلعوا وبيروحوا عندي شمان عشان تعرف لهم مستقبلهم فبتقولهم انتو لسه صغيرين على الحاجات دي بس هم بيصمموا ومازين بيقول لها انه لما اقبر هخش جمعة كويسة فبتقوله لو ذكرت يا حبيبي ده هيحصل مش محتاجة حاجة يعني والشامان بتقول لي جيوم انا عارفة انت جاية هنا ليه عشان تسأليني هتحصل على قبلتك الاولى منه امتى اتطمني اما هتغضيها قريب اما مش هتغضيها خالص ما تتلمي ياولي ياعب لأي لسه صغيرين وكان نفسه زعق لها بس هي بيبقى عندها حق وجيوم بتفكر في كده فعلا وعشان كده اول ما بيخرجوا بتغف المازن وبتبوسوا من خده وطبعا ابننا المؤدد بيبقى مكسوف بينما السارة واقفة وراهم وده لانها هربت من المدرسة عشان ترقبه وطبعا بتبقى غيرانة جامد ونفسها يجيب جيوم من شعرها وفي اللحظة دي احب اكد ان احنا فعلا ما كناش اطفال وفي الوقت ده كانجي بتبقى مع صاحبها واللي بيجيب لها ملف تشول من البوليس وبيعرفها انه نصاب وبيضحك عليها عشان ياخد التحف فكانجي بتعرفه انها هتسدد له فلوسه قريب وبتطلب منه ما يدخلش في حياتها تاني وانروح لتشول اللي بيعمل شوية تحقيقات وبيعرف ان مامة جيوم رجعت من السفر فبيرقبها وبيلاقها مقضية وقتها في الشرب والسهر فبيسيبها وبيمشي ولما بيرجع بيبدأ يعامل جيوم كويس وبيسألها عن الاكل اللي بتحبه ولما بتقوله تاني يوم بيسحى بدري وبيجي هزهولها ولا كأنه زوبة لها لوبة وتشول بياخد من كنجي مفتاح البيت وبيعرفها انه لقى مشتري كويس للتحف ومش هينصب عليها فبتبقى الآن بس بتتمنى ان الكلامه يبقى مظبوط ولما بتمشي بيكلمي الكارزمة اللي بيجي ياخد التحف وبيبقى متصل بالبوليس وقال له ان فيه حرامي وبيحاول يمسك الكارزمة اللي بيهرب فالبوليس بيجي وبيدعالة تشول وبيفكروا هو الحرامي وكانجي بتروح تهزقه بتقوله انت واحد واطي بس انا هخرجك النهاردة عشان خطر بنتك ولما بيخرج بيروح لجي يوم اللي بتبقى بتلعب بالعجلة وفجأة الدكتور اللي كشف عليهم في المستشفى بيكلمه وبيقوله انه عايزه ضروري وبتبقى جيوم سمع عفا بتزبقه بتروح للدكتور وبتقوله انا عارفة حالتي كويس وبتبقى مصابه بمرض نادر جدا وفي المرحلة التالتة دلوقتي واعراضه بتبقى شبه الزهايمر ويحصل لها فقدام في الزاكرة ومش هتقدر تتحرك واقصص انه ممكن توصل لهو لعشرين وبعد كده هتموت وبتطلب منه ما يعرفش بها حالتها عشان ما يسيبهاش ويمشي فبيوافق بينما تشول بيعتزر لكانجي على اللي حصل وبيعرف انه هيبقى انسان جديد وهيشتغل فبتسمحه ولما بيروح بيبحث عن موضوع الديين ايه وازاي ياخد عينة ولكن لما جيوم بتيجي بيقفل اللابتوب بسرعة بس الزكية بتستنى لما بينامه بتفتح اللابتوب وبتعرف انه كان بيدور عالديين ايه ولما بتروح المدرسة بتكتشف انسان رفضحتها قدام الطلبة وقالت لهم انها بس اتمازن وبيبدأ الطلبة يحفله عليها بس هي بتزعق لهم وبيبقى مازن قاعد مكسوف وبعد الحصاج يوم بتستفرب بصارة ولي بتقولها ايوه انا لنشرت الخبر والسوبيان دلوقتي شايفينك سهلة بينام البنات مش طيقينك وهفضل وراكي لحد دام ما تبعدي عنه فجيوم بتقول لها ده بعدك وانا مش هعملك حاجة وهسيبك كده غيرانة في الوقت داتشو اللي بيدور على اي شعرية لها عشان يعمل التحليل ولكنه مش بيلاقي ولما بتجي بيقرب بينها عشان ياخد واحدة بس القردة مش بتديله فرصة وبتعو التجارية وراها وبالليل بتلبس كابو وبتلمش عرها كله عشان ما يلاقيش حاجة وما بتكونش عايزة يعمل التحليل لحسن ما يطلعش بابوها ويسيبها بعد محبته ولكن للأسف تاني يوم بتغلط وبتوقع شعرية فبياخدها بعد ما بتمشي وبيروح عشان يعمل التحليل بينما هي بتروح المدرسة وبتلاقي مازين امن جنبها عشان الطلاب ما يقولولوش حاجة وبتبقى صارش امتنى فيها ولما بتخلص بتروح للدكتور واللي بيعرفها انها لو راحت الملجأ هتتعالج على نفقة الدولة وهيبقى احسن لها فبتبدأ تفكر في كلامه وبتكتب قيمة امنياتها اللي عايزة تحققها مع تشول وبعدها بتقابل النصابين اللي بيحكوا لها عم ماضي ابوها وبيعرفوها انهم ماتت لما كان صغير وعاش مع ابو الزابط ولكنهم مات أثناء تأدية مهمة ومن ساعتها تشول بقى عصبي وبيتخنق كتير من ضمنهم الخناء اللي كانت في الاول واترفت بسببه ومن بعدها بدأ يشتغل نصاب معهم ولما بتروح بالقرر تنفذ اول امنية لها وبتبقى عايزة تشوفي النيازك معاه بس هو ما بيوافقش وبيعودوا يتخنقوا سوا وتاني يوم المدرسة بتزعق لجيوم لانها بوزت اللاب بتاعها فبتقول لها انها ما عملتش حاجة وبتبقى صارهية لورا المشكلة دي وكمان بتجيبوا امها اللي بتهزقت شلو جيوم وبتمسح بكرامتهم الارض وبتقول للمدرسة انا لا يمكن اسمح لصارة فجيوم بتقول لها لدى انت زودتها يا ولية وبيعودوا يتخنقوا سوا ولما بيطلعوا بيقراري صالحها وبيوافق يروح يشوفوا النيازك وفي السكة بيبقى بخيل ومش عايز يحط بنزين ياما فجيوم بتزعال وبتقولوا رايح نفسك انا معي فلوس وكت عامل حساب اللحزة دي وبالليل بيتفرجوا وبيبقوا مبهورين وخصوصا تشل واللي بيفتكر انه كان بيعود يتفرج مع باباه ولما بيلقاها نايمة بيقعد يبص الملمحها وبيتأكد فعلا انها بنته ولما بيرجعوا جيوم بتشجعوا عشان يعترف لكانجي بحبه وبيزينه البيت سوا ولما كانجي بتشوفهم بتبقى فرحانة بس اخوها بيجي وبيبوز الجوة العائلة ده وبيزعالها لان هي عايشة مع واحد نصاب وبيقولها اكيد ده هياخد التحف ويهرب فكانجي بتقوله ملكش دعوة وبتعرفه انها هتبعهم وتديره نصيبه من الورث وبتعتزر لتشول واللي بيعرفها انه بيشتغل وبيجمع فلوس وهيدهم لها وهيعتبر مستأجر عندها وعلى الجانب الاخر الكارزمة بيقابل يونج ام جيوم وبنعرف ان هي كمان كانت حبيبته ودلق انها مساحبة نص رجالة الكوكب والكارزمة بيعرفها ان امها ماتت فبتدقى ودلق انها ما كانتش بتكلمها وبتروح لها المقابر وبتاخد كارت المحامي بتاعها وبتقرر تتكلمه عشان الورث وعلى الجانب الاخر كانجي بتعرف من صاحبها بحالة جيوم فبتقرر تحتفظ بالموضوع لنفسها وما تعرفهمش حاجة ولكن تشول بيعرف من الدكتور واللي كمان بيقوله انها روية تروح ملجأ عشان تتعالج وتشول بيعرف انه هيشتغل كتير عشان يجيب لها الفلوس اللي محتاجها ومش هيوديها اي ملجأ ولا هيخليها تبعد عنه وبيبدأ يعملها كويس وبيلعب معيها ولما بيتنايم بيدفع لكانجي الإجار وبينزل عشان يشتغل لوقتي قضوه فيه ويقدر يجمع فلوس كتير وفي المدرسة صاروا البنات بيغلسوا عليها لان ابوها كان مسجون فمش بتسكت وبتقولهم لو ابهات كنتوا كمان عملوا حاجة غلط هيخشوا السجن ومازم بيحس انه كان غلطان لما بعد عنها فابعة الزرلها وعشان يصالحها بياخدها وبيتفرجوا على المحيط زي ما كانت عايزة وبتعرفوا انها هتسيب المدرسة قريب بتطلب منه ما يزعلش لان هو عنده صحاب وكمان كل البنات معجبين بي فمازم بيقول لها انا مش هممني كل البنات لاني معجب بك انتي وبس وبيغفلها وبيبوسها من خدها وشكله كده هيبقى مشروع قبة مثالي لما يجبر والمشهد ده في جمية فرشات تجيب للواحد تصحر عاطفي وعصفير الحب بيفضلوا يلفوا لحد لما الدنيا بتليل ومازم بيتصل بممضوع عشان تيجي تغضو بينما جيوم بتروح لوحدها متأخر وتشول بيبقى قلان عليها فبيطلب منها متتأخرش تاني وبياخدها وبينيمها وتاني يوم بيروح ياخدها من المدرسة وبيروحه سوا وبالليل بتوصل لنا تكتب تحليل فبيحرقها ومش بيشوفها لانه متأكد انها بنته ولما كان جيب تيجي بيحضنها وبيوعدها انه هيتغير عشانها هي وجيوم وتاني يوم يونجي بتروح تقابل محامي امها واللي بيعرفها انها سبت مليون ونص دولار لحفيدتها جيوم وهي مش هتاخد حاجة وبيعرفها انه الوصي القانوني على جيوم يعني هو الوحيد اللي يقدر يسحب الفلوس دي وبالتالي مش هيديها ولا مليم فبتقرر تنقل الوصية لها وبتروح تقابل جيوم في المدرسة بس بتبقى خايفة لحسن تتدبس فيها وتعرف انها ممتها فبتهرب ولما جيوم بترجع البيت بنعرف ان تشول جمع فلوس الدواء بتاعتها واشتراه ولكنه كدب عليها وحطه في علاب تانية وقال لها ان دي فيتامينات ولازم تاخدها وبعدها تشول بيروح الشغل في الكارزمة بيقابل جيوم وبيقول لها ان امها لسه عايشة وبيديها عنوان شغلها ولما بتروح وبتشوف يونجي بتفتكر انها شافتها في المدرسة فبتستنتج انها ممتها فمش بتتكلم معها وبتمشي وبتبقى متضايقة لانها تخلت عنها وهي طفلة وتاني يوم في المدرسة بتضيع الدواء وبتنسى انها كدحطها على الدسك وصارة بتستغل الفرصة وبتاخده ولما بتروح بتدور علي في الشنطة بس مش بتلاقيه فتشول بيزعق لها وبيروح يشتغل عشان يشتري لها علبة جديدة ولكن للأسف بيقع ورجله بتتلوى ولما بيروح بيقول لهم ان حصل كده وهو بيتسلق الجبل عشان ما يعرفوش ان هو بيشتغل بالليل بس جيوم الزكاية بتبقى عارفة الحقيقة وعارفة ان الفيتامينات دي دواها وعشان كده بتقرر تساعد وتجمع فلوس فبتروح تعود قدامي الشارع بتاع الشمان وبتخطف منها كل الزبان وبتقرر لهم ورق كوتشينا بس الشمان بتقفشها وبتخدها على كافية فجيوم بتحكي لها كل حاجة والست بتبقى محترمة وبتتعاطف معها وبتقرر تساعدها وبتشغلها لمساعدة بتاعتها ومن حظها الفقر ان اول زبونة بتكون امها واللي بتحاول تصالحها وتعتذر لها ولكنها بترفض فيونجي بتروح لتشوله وبتجدب وبتقوله ان امها ماتت وهي دلوقتي بقيت غنية وارسة فلوس كتير وعشان كده هتاخد جيوم تعيش معاها حيامرتاحة بدل الفقر اللي معايشها فيه وبتعرفوا ان جيوم دلوقتي بتقرد طلع للناس وبتقوله على المكان اللي هي فيه فبيرح هناك وبيصحبها من افاها وبيطلب منها متعملش كده تاني فبتقوله انها بتعمل كده عشان تساعده في مصارف الدولة لانها عارفة انه مش فيتامينات فبيشيلها على ظهره بالرغم ان رجل واجعه وبيطلب منها متعملش كده تاني وهايتصرف الفلوس ولما بيرواح بيتكلم معها عن امها وبيقولها ان ممكن تبقى لسه عيشة فبتقوله انت كدبوا بتعمل كل ده عشان تطفشني وتقعد مع كانجل وحدكو اعمل حسابك انا مش هسيبك ابدا وتاني يوم تشل بيقابل المحامي واللي بيعرفوا ان جيوم وارسة مليون ونص دولار وان امها لو رفعت قضية هتاخد نص الفلوس بينما لو خدت الحضانة هتاخد الفلوس كلها فبيكتشف في اللحظة دي انه كان مغفل ويوم جدحكت عليه وعشان كده بيروح لها الشغل وبيه هزقها وبيقولها لو عايز تاخد الفلوس خديها ولكن جيوم مش هسيبها لك ابدا وكان لسه هيقولها على مرضها بس جيوم بتيجي توقفه وبنعرف انها كانت جاية تشوفوا امها بس بعد اللي حصل بتوعد تشل انها مش هتسيبه ابدا وتاني يوم في المدرسة بتلاحظ ان تركزها بدأ يقل وكمان بتحل أبطأ من زميلها اللي بيجابه أسرع منها بكتير فبتروح تعرف الدكتور واللي بيقولها ان بعد كده هتفقد تركزها وزاكرتها ومش هتفتكر الناس اللي حواليها وممكن ما تفتكرش نفسها فبتخرج من عنده من دايقة ولكنها بتقابل مزن الفرفوش واللي لما بيلاقيها كده بيقف يعزف لها في الشارع عشان يبسطها وتاني يوم بيخرجوا سواء من المدرسة ولكنها بتلاقي أمها في وشها فمش بتعبرها واليوم اللي ورا بيجي لها برضو ولما بتلاقيه سراو العيال بيبردوا عليها بتقولهم ان جيوم أحسن منهم ومو بتغزهم وموها بتقولها ان العيال دول بيبردوا عليها عشان لبسها مش متناصق وبتاخدها وبيعملوا شوبين وبعدها بيروحوا ياكلوا ويونجي بتلاحز ان جيوم معجبة بالميكاب والستايل بتاعها فمش بتحرمها من حاجة فبتاخدها على سالون تجميل وبيتخليهم يحطوا لها ميكاب وكمان بيعملوا لها بتذكروا ومانيكروا وبتلبس زيها وبيفضلوا يلفوا لحد بالليل ولما بتروحها جيوم بترجع لها كل حاجتها وبتقولها هاتي الهدوم بتاعتي وبتوصل كانجي وما بتكونش عارفة ان ديومها فبتزعق لها وجيوم هي كمان بتزعق لها وبتاخد كانجي وبيمشو ولما بيروحوا بتعرف كانجي بن الست ديومها لولدتها بس هي مش معتبرها كده ولا هتعترف بها ابدا وعلى الجانب الاخر تشل بيقرر يمسك زلة على يونج فبيقابل صاحبتها واللي بتعرفه انها تمسكت قبل كده بمخدرات ولكنها هربت على اسبانيا فعلى طول بيقابل يونج وبيهددها باللي عرفه وبيطلب منها تبعد عنه هو وبنته بس يونج مش بتهدى وبتفتكر انها كاتم صاحبة نص رجالة الكوكب وان جيوم ممكن تبقى بنت رجل تاني غير تشل فبتقرر تعمل تحليل ديين ايه عشان تتأكد وبتلاقي شعارة جيوم في الجاكت اللي كاتشريه لها وتاني يوم بتراح تتخنق معا تشل من غير اي سبب وبتشده من راسه وبتاخد الشعر اللي محتاجاها وبتعمل التحليل ولما النتيجة بتطلع بترميها في وش تشل لانه مطلعش ابو جيوم وبتعرفه انها كده احق واحدة بحضنتها وانها هتاخدها منه في اخر الاسبوع وبيقرر يخلي الموضوع ده سري عشان يقضي الاسبوع مع جيوم وكانج فبياخدهم وبيتفسحوا سوا وبيعودوا يرقصوا سوا وفي الاخر بيناموا على نفس السرير جنب بعض وعلى الجانب الاخر يونجي بتبقى عايزة فلوس فبتطلب من الوادي الكارزماك كارد وهتبقى ترجعه له بالفائدة اللي عايزها وعشان يوافق بتضطر تقوله على سر تشل وانه هو مش ابو جيوم وتاني يوم بيروح لجيوم وبيعرفها الحقيقة فبتقوله انت كدهب لان تشل ابويا الوحيد وبعدها بتروح تقابل امها وبتعرفها انه مستحيل تعيش معيها لانها تخلت عنها وتفضل معها تشل حتى لو ما كان شابوها الحقيقي ولما بترجع بتقول لتشل وكانجي انها عرفت انه مش ابوها ولكن مع ذلك مش هتسيبوها تفضل معي وكانجي بتروح تقابل يونجو وبتعرفها اني يوم تعبانا ومع الوقت هتفقد ذكرتها ومش هتتحرك وبتقولها انت تخلتي عنها زمان فمستحيل تهتمي بها دلوقتي فاسبها لنا بقى احسن وفي المدرسة يوم بتوصل متأخر فصارها مش بتعديها وبتبرد وبتقول لها تلمنت في المدرسة تيجي بدري لما تروح الجامعة بتأخر براحتك فاجي يوم مش بتسكت وبتزقها وبيتخنقوا سوا وفي يوم تاني بنلاقي جيوم بتعتذر لصارها وبتقول لها انها مش هتضايقها تاني عشان عرفت ان ابوها مدائع عم غني فصارها بتقول لها طبع ان ابوها غني وكمان مدائع عين في مكتب كبير وهو اللي مسيطر هناك فاجي يوم بتطلب منها تاخد لها معاد مع بابوها وصارها بتوافق ولما بتروح تقابله بيبقى رفض يساعدها في الاول الا لما توعده انها مش هتبرد على الصارات تاني وكمان هتسيبها تصاحب ميزن هي كمان فبتوعده بتعرفه انها عايزة تعيش معا تشل ومش عايزة ترجع لامها اللي تخلت عنها وفعلا بيساعدها وبيوصل المعلومات دي للجنة اللي هتقيم يونج ويشوفه هي تستحق حضانة جيوم ولا لأ وبيبقى المفروض في كذا جالسة ويونج لما بتخرج من اول واحدة بتقرر تقرب من جيوم اكتر فبتروح تقابلها في محل وبيعود يتكلموا لحد لما يونج بتذكر وبتقرر تروح جيوم ولكنها بتلاقي مالها ليلي فبتبقى عايزة تدخل واتدخلها معاها وطبعا الامن بيرفض فبتمسك فيهم وبيتخنقوا لحد لما بتخش السجن هي وجيوم واللي بتلاحظ ان امها تبان اسيا من برا بس من جواها بزر تلطافة صغى الننا وتشول بيجي خرجها وبيروحها البيت ويونج هي كمان بتخرج وبتروح جلسات اللجنة والقضي بيقرر ما يقولش الحكمة لما يسمع رأي جيوم ويعرف هي عايزة تعيش مع مين وجيوم لما بتعرف الكلام ده بتقعد تفكر كويس لحد ما بيجي معادي الجلسة الاخيرة فبتقعد مع القضي الواحدهم وبتقوله انها عايزة تعيش مع مامتها وطبعا تشول وكانجي بيبقوا مصدومين من قرارها فبتروح معهم البيت عشان تلمي هدمها لانها ماشية بكرة وبتعرفهم انها عملت كده عشان تربي امها لانها ستة مستهترام قضية كل حياتها في الشرب وكمان لحظت انها تعبانة فخافت تموت قبلها فقررت ترشدها لطريق الصواب اما انت اصيلها يا جيوم بصحيح وتاني يوم بتروح تلاقيها عايشة في مزبلة وازيزة كحلة مرمية في كل حتة فبتتصرف بزكاء وبتبعت امها تجيب منظفات عشان ينظفوا البيت ولما بترجع بتكتشف انها رامت كل الازيز وجيوم بتقولها فقر شرابي تاني وانا بلغ عنك وارجعيش معا تشول وامها بتخافوا بتحس انها ستة قادرة متنكرة في هيئة طفلة فبتسمع كلامها وعشان تقرب منها بتعزمها على فراخ وبيتعشوا سوا وجيوم بتديها ورقة واللي بتبقى عقدمة بينهم واهم بند في انها متشربش ومتروحش الملاهي الليلية وفي المقابل جيوم هتناديها بما وما غير كده هتناديها باسمها العادي فيونجي بترفض بتقول لها بقى على اخر الزمن انت يا صغيرة هتماشي كلامك علي وكمان بتخرج وبترجع سكرانة فجيوم بتعديها المرة دي وتاني يوم لما بترجع من المدرسة بتلاقى امها لست نايمة فبتصحيها وبتخدها تعمل لهم الغداء ولكن بعد شوية بيناموا هما الاتنين وبيسيبوا الاكل على البتجاز وبيبقى كارزمة معادي من تحت فبيطلع ينقذهم قبل ما يحصل لهم حاجة وبتبقى شقتهم كده بازت وعايزة وقت عشان تتصلح وبيضطروا يعودوا في سونا وبيعودوا يهزروا وبيتصوروا سوا ولما جيوم بتنام باللاحظة ان يونجي بدأت تتغير وتحبها وكمان بتبقى مبسوطة بالسور بتاعتهم ولما بتصحى تاني يوم امها بتعلمها ازاي تهتم ببشرتها وبتدلعها على الاخر بس لما بتروح المدرسة بيجي لها رعشة في ادها والطلاب كلهم بيشوفوها ولكن مازن بيبقى جنبها وبيساعدها وبينقذها وبتروح عشان تاخد الدواء وبتكذب على المازن وبتقولوا ان ده فيتامين وطبعا صارة بتبقى شايفاهم وبتفتكر علبة الدواء اللي معيها فبتديها لمامتها واللي بتعرف جيوم عندها ايه وعشان كده امها تاني يوم بتروح للمدرسة وبتطلم انها تماشي جيوم لانها ممكن تعمل حاجة لزميلها وجيوم يعني بتبقى سمعهم وبتتدايق وبعد كم يوم بترجع هي امها لشقتهم تاني وبنعرف ان امها مضت على العقد وقررت تتغير وكمان بتحكي لها ماضيها وبتعرفها ان من عشر سنين كانت مرتبطة بالكارزمة فجيوم بتشك ان الكارزمة ده ممكن يبقى ابوها وتاني يوم كل الامهات بقيادة امه صارة بيطلبوا من المدرسة تماشي جيوم ولكنها بترفض انها بتعتبر كل الاطفال ولادها وفجأة مازن بيوصلوا بيزعق لامه صارة وبيقول لهم انه بيحب يدرس معا جيوم ولو مشوها هيمشي هو كمان من المدرسة اصيل 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 والطلاب كلهم بيقفوا معا وبيرفضوا ان جيوم تمشي وفعلا بتفضل في المدرسة والطلاب بيعرفوا حالتها وان تركزها بيقل فبيقرروا ما يحسسوهاش بكده وده عن طريق انهم يسيبوها تجاوب هي في الاول وبعد كده يجابوا وراها وبيفضل كل الطلاب يبتسمو لها من ضمنهم صارة وبيعرفوها انهم جنبها وهيدعموها وعلى الجنب الاخر بيلاقيت شلوة كانج قربه من بعد اكتر لدرجة انه بياخدها تزور اهله في المقابر وطبعا بيبقوا ازعلنين ان جيوم مش معاهم بينما يونجو هي بتنقل حاجة جيوم بتشوف الدواء بتاعها فبتروح لكانجو اللي بتاخدها عند الدكتور عشان يعرفها ان ابنتها فعلا تعبانة وكل الادوية دي مسكنات مش اكتر فبتنهره بتروح للمحامي بتقوله ان هي عايزة الفلوس عشان تعالج بنتها فبيطلب منها وقت عبال ما يجاهزها وللأسف الاعراض بتاعت جيوم بتبدأ تزيد وفي مرة وهي قاعدة جنب الخيمة بتاعتهم بتشلو بيتكلم معيها وما بتكونش فاكريه وبتقوله انت مين وبتسيبه وبتمشي فبيمشي وراها وفجأة بتلفه وبتشوفه وبتفتكره المرة دي فبتدهي عشان بدأت تفقد ذاكرتها ولكنه بيواسيها بينما امها بتروح للمحامي وبتكتشف انه اختفى وفص ملح وداب فبتكلم الكارزمة وبتحكي له اللي حصل وبتطلب منه يجيب لها المحامي ده بسرعة ولما بتروح بتفضل تعايته جيوم بتواسيها من غير ما تعرف سبب عياتها وعلى الجنب الاخر تشل بيقابل صاحب ابوه اللي ضاميره صحافة جاءوا كرر يحكي له الحقيقة وبيعرفوا ان ابو كان هيكشف عصابة وزبات شرطة فاسدين واللي لما يعرفه كرروا يستدرجوا عن طريق مغبر والمفاجأة ان المغبر بيبقى صاحب تشل فبيروح يزعق له وصاحبه بيقوله انه ما كانش يعرف انه كل ده هيحصل بس تشل مش بيصدقه وفي الوقت ده الكارزمة بيعرف يونجي ان المحامي ضيع كل فلوسها على القمار فبتنهار لان ما عايش فلوس تعالج جيوم واللي بتبقى واقفة وراه وبتسمعهم ولما بيرجعوا البيت بتقولهم ما هنعرفة انك زعلنا النهار ده وعشان كده هسمح لك تشربي بس الموضوع ده مش هيتكرر تاني وتاني يوم في المدرسة جيوم بتلعب في شعر مازل وبتزبطه لان هي عايزة تصوره وبعدها بتصور كل زميلها من ضمنهم سارة واللي ربناها دهاء اخيرا وبقت كيوت وبنعرف ان جيوم عايزة تجمع كل السوار دي وتحطوهم في الابوم وعلى الجانب الاخر بنشوف يونج وهي بتشتغل وبتتمرمط عشان تجمع فلوس الدواء وبتبقى اخيرا ام مسؤولة وتاني يوم بتقابلك كارزمة وبتصوره عشان تحطه في الابوم وبتقول لنا عارفة انك تبان صعب ومقرمش من بره بس انت من جوه جوسي كده وطيب وبتطلب منه يستمح تشل عشان بووزله حياته فبيتأثر وبيعيط وبتمسح له دموعه وبعدها بتسأله اذا كان ابوها الحقيقي فبيقول لها للأسف لأ وانا كان نفسي يبقى عندي بنت الزكية زيك وبيتفقوا النوم هيبوها اصدقاء وتكلموا في اي وقت بينما تشل بيقرر يسامح صاحبه وده لان بعد موت ابوه هو الوحيد اللي ساعده ورباه انها عم يعني طلعه نصابه بس الولاية كان ممكن يبقى حاجة تانية اسوأ وبالرغم ان يونجي جابت الدواء لجيوم الى انها بتمشي بالليل وهي نايمة وبتنزل الشارع وبتبقى عايزة تركب الأوتوبيس بس امها بتلحقها وبتشلها على ظهرها وبتروحها وما بتكونش جيوم حاسة بأي حاجة وتاني يوم بتحكي للدكتور واللي بيقول لها انها عملت كده عشان مضغوطة وعايزة تشوف ابوها فامها بتتأثر ومش بتروح الشغل النهاردة وبتخدع عالكينيسة وامها بتشول لها على القصة وبتعرفها انها دورت معا تشل الحد بما عرفه ان ده ابوها الحقيقي وبنروح لتشل وبنعرف ان هو والكارزمة مخطفين من عصابة وتشل بيستغل الفرصة وبيعتذر للكارزمة انه بوز حياته زمان فبيسامحوا وبييجي زميل النصابين عشان ينقذوه بس بيتفاجئ ان العصابة ما عملت لهمش حاجة وكمان بيمشوهم هما الاربع وبيبقى النهاردة ليلة رأس السنة فالكارزمة بيحتفل معا النصابين بينما تشل بيحتفل معا كانج وبتبقى جيوم بتحتفل معا مامتها وفي الوقت ده مزن واقف تحت بتها وبيدع ان السماء تنزل تلجي النهاردة لان جيوم نفسها تشوفه وفعلا التلجي بيبدأ ينزل وجيوم بتبقى مبسوطة وتاني يوم بتروح المدرسة وبيبقى عندها حصة ألعاب وبتبقى قائدة الفريق المنافسة هي سورة ومع ذلك بيعودوا يلعبوا سواه ولما بتروح بتكرر تفرفش نفسها فبتشغل أغاني وبتعود ترقص وبعد شوية بتلاقي راجل بيخبط عليها فبتدخله لما بتحس انه محترم والرجل ده بيعرفها ان معجب بامها وعايز يتجوزها وكان جاي هنا يقدم لها هدية وفي اللحظة دي امها بتجي من الشغل فبتاخد الرجل وبيتكلمه برا والرجل ده بيعرفها انه هيفتح فرقل شركته في أمريكا وهيسافر وعايزها تجي معاه فبتفكر ما بتكونش عارفة هل تسافر ولا تقعد معك يوم وتاني يوم بتصحى بدري على غير العادة وبتعمل لها كل أكلها المفضل وبعدها بتاخدها على بيت كانجو وبتعرفها انها هترجع تعيش معيهم من النهاردة وده لانها قررت تسافر فبتطلع تجري وبتبقى يونجي مضطرة تعمل كده لانها أدركت ان وجود جيوم جنب تشول هيقلل الضغط اللي عندها وفعلا بيبقى عندها حق قودة لان كانجو وتشول بيبسطوا ومن فرحتهم بيناموا هم التلاتة جنب بعض وتاني يوم بتروح محلها وبتشتريها دايا لصحابها ولكنها بتلاقي بنت لابسها ماسكو وبتسرقل لإقلام فبتبرق لها والبنت بتخاف فبتسيبي لإقلام وبتطلع تجري وتاني يوم بتروح المدرسة متأخر فالطلاب بيقرروا يعجبوها وبيخلوها تغني أغنية ولكن فجأة بيغمع لها فبتروح المستشفى والدكتور بي عرفت شل إن حالتها بدأت تسوقها يضطروا يحجزوها في المستشفى ولما بتفوقه بتتمشى الحد لما بتلاقي تشل فبتزعق له وده لقى إنه قاعد معيها وبتقول له روح يشتغل عشان له ما جبتش فلوس كانجة هتطردك من البيت وفجأة بتنط على ظهر وبتخليه رجعها القوضة وهناك بتتفاجئ إن زمرتها القاعدة معها هي البنت الحرمية واللي أول ما بتشوف جيوم ما بتكونش طيقها فبتشد السطرة ومش بتتكلم معيها والبيت دي أساسا بتخنق دبان وشها يعني ما بتكونش طيقة جيوم ولا الممرضة ولا الدكترة وبتزعق لكل وعلى الجانب الآخر كانجة وتشل بينقشوا إجراءات تبنى جيوم وبيبقى أهم الشروط إنه يبقى عنده شغل سابت وكمان متجاوز فبيقول لكانجة إنهم هيتجاوزوا قريب وبتبسط وبعدها بيقابل النصة بينه وبيعرفوا من خلاص كده هيتوبوا وهيفتحوا الشركة عشان يساعدوا ويبقى عنده شغل سابت ويتبنى جيوم وعلى الجانب الآخر الواد الكارزمة بيبقى تغير ويتاب هو كمان وبيساعد الناس اللي موجودة في الملجأ من غير مقابل والمفاجأة إن مدرسة جيوم هي كمان بتروح الملجأ ده فلما بتشوف الكارزمة هناك بتحس إنه هو لطيف وبتبدأ تعجب به وعلى الجانب الآخر جيوم بتقرب من زميلتها واللي يا دوبك بدأت تطاقها والبنت دي بتعرفها إن السبب عصبيتها إن النهاردة عيد ميلادها وأبوها مجاش يحتفل معاها واكتفى إنه بعث لها رسالة وبس فجيوم بتتعاطف معاها وبتكرر تساعدها وبتحكي لتشل على القصة دي واللي بيتكلم أبو البنت وبيعملوا عرض مصرحة عشان خطرها وفعلا بتتبسط وبتسامح أبوها على كل اللي فات وفي مرة الكارزمة بيروح يزور جيوم وبيتفاجئ إن المدرسة هي كمان هناك فبيبدأ يعجب بيها هو كمان وشكل كده في لوف ستوري جاية في السكة وبيبقى الكارزمة شغال دوبلير في مشاهد الأكشن والفلوس اللي بياخدها بيتبرع بها للملجأ وفي مرة هو هناك بيلاقي المدرسة وبيتكلموا سوى وعلاقتهم بتتطور أكتر بينما جيوم حالتها بتستقرش ويافة بيخرجوها من المستشفى وكان جي وتشل بيستغلوا إنها معاهم وبيقرروا يتجاوزوا وبنتنا جيوم بتبقى المأزون وبتجاوزهم وكل بيبسط وبتعد دي فترة وجيوم مش بتقدر تمشي لوحدها وبتستخدم العكاز وبتبقى مفاصلها وجعيها فبتبدأ جلسات العلاجي الطبيعي واللي بتبقى صعبة عليها جدا ولكن تشل وكانج بيدعموها وللأسف بتبدأ تتخيل ناس وبتتكلم معاهم وما بيكونش فاكرة كانج وتشل فبيروح يحكي للدكتور اللي بيطلب منه يستنى لحد ما يلاقوا علاج وفجأة بتفقد زكارتها وبتتعب جمد وبتروح المستشفى وبتفضل تقاوم والدكتور بيساعدوها وبيقدروا ينقذوها بإعجوبة ولما بتفوق بتبقى رجعت لها زكرتها وبتقرر تقضي اليوم دا معا كانج وتشل لانها مش ضمن اللي هيحصل بعد كده وبتخليهم يغضوها على المدرسة وبتسلم على كل صحابها حتى الودي الكارزما وزميلتها في المستشفى بيجوا يسلموا عليها وبعدها بتروح للدكتور المسؤولين عن حالتها وبتقولهم انا عايزاكوا تتشطروا عشان تلاقولي علاج وبتاخد منهم معدب كده وبتقضي بقى اليوم معا كانج وتشل وبتبقى خايفة تنام لحسا يكون دا اخر يوم ليها وما تشوفهمش تاني وعشان كده بتقولهم انا عايزاكوا تعيشوا حياتكم سواء انا كنت موجودة او لا ولو حصل لي حاجة ما تعودوش تعيطوا لان الكلام دا بيضايقني وبعد سبع سنين بنعرف ان النصابين خلاص تابوا وشركتهم معا تشل ماشية كويس جدا بينما الكارزما والمدرسة ارتبطوا وحياتهم كلها سعادة وفرشات وبنعرف ان هما خلفوا ولد وكمان تشل وكانجي خلفوا اخ صغير لجيوم والحسن الحزد دا كثرة قدر يساعدوها وعشان كده بتفضل عايشة لحد لما بيبقى عندها 17 سنة وبتبقى دخلت المدرسة السنوي ومازلوا صارهما كمان معاها وبتوصلوا امها وحبيبها من السفر وما نعرفش بقى اذا كانوا تجاوزوا ولا لسا مرتبطين وبيبقى النهر دا عيد ميلات جي يوم فالكل بيتجمع بالمناسبة السعادة دي وبيتصوروا سوا وبنعرف ان الدكاترة قدروا يسيطروا على مرضها بس تما بينوا وش هل في احتمال ان هي تخف تماما ولا لأ او سابوا ان هي مفتوحة وبيخلص المسلسل على كده واول حاجات علمناها من الملخص ان انا مفوتة حاجات كتير اوش اللي ابتدائي فعايز ارجع بالزمن ويبقى عندي 10 سنين واول مسافر كوريا اقدم في المدرسة دي وطبعا هاعد جام بمازن عشان يشرح لويه فاهمني والبقى انتو عارفينه والتانية حاجات علمناها ان البنت جي يوم دي جام ده سواق في شخصيتها القوية اللي قدرت تغير كل الشخصيات للأحسن وكمان في مقاومتها للتعب ربنا يشفيها ويشفي كله مريض حابة عرفكم ان المسلسل ده تعمل منه نسخة تركي فالو انتو تفرقتوا عليها نزلوا لولي رأيكو تحت في التعليقات وانه نسخة احسن وما تنسوش حبابي تحطوا لايك للفيديو وتوصلوا لعشر تلاف لايك وكمان تشتركوا في القناة دي والقناة التانية وهتلاقوا اللينك تحت في الوصف والتعليق المثبت عشان هبدأ انزل عليها ملخصات جديدة وكمان اكتبوا اسمائكو تحت في التعليقات باي باي